خطاب حالة الاتحاد السنوي هو تقليد يمتد إلى أكثر من مائتي عام ينص الدستور الأمريكي في البند الثالث من مادته الثانية على قيام الرئيس بإطلاع الكونغرس بين الحين والآخر على مجريات الأحداث وهو خطاب الرئيس السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول بحضور قضاة المحكمة العليا والأصل في هذا الخطاب أنه لا يزيد على خمس دقائق ولكن في العقود الأخيرة أصبح يستغرق نحو ساعة ويتضمن قضايا محلية يقيم خلاله الرئيس حال الأمة ويضع تصوراً للأجندة التشرعية والأولويات الوطنية أمام الكونغرس ومع انخراط الولايات المتحدة في الصراع مع روسيا وحروبها في أفغانستان والعراق غلبت على أجندته المحاور الدولية هذا التقليد العريق يعود إلى الرئيس جورج واشنطن فهو أول من كتب خطاب الاتحاد في مدينة نيويورك عندما كانت عاصمة مؤقتة ومع مجيء توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة ألغي إلقاء الخطاب واكتفى بإرساله مع سكرتيره الخاص إلى الكونغرس في عام 1913 أعاد الرئيس وودرو ويلسون أحياء إلقاء الخطاب في الكونغرس مرة أخرى وفي عام 1945 أصبح رسميا يعرف بخطاب حالة الاتحاد ويضاع مباشرة في وسائل الإعلام وقد غير الرئيس ليندون جونسون موعد إلقائه من فترة ظهيرة إلى المساء ليتابعه أكبر عدد من المشاهدين